تعالوا نشوف تفاصيل أكثر في هذا التقرير على بعد 320 كم من محافظة مرسى مطروح هنا في هذا المكان سيقام أكبر محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء في واحة سيوة بقدرة 10 ميجاوات على مساحة 140 فدانا وبتمويل إماراتي من أجل خدمة أبناء الواحة والمشروعات التنموية في المحافظة المشروع اللي احنا بصدد الكلام عنه النهاردة ومشروع من دولة الأمارات العربية المتحدة لتعاون مع جمهورية مصر العربية في ضمن مجموعة مشروعات تقيم بـ 4 وتسعة وعشر مليار دولار 18 مليار درهم إماراتي احنا نصيب محافظة مطروح من هذه المشروعات محطة طاقة شمسية في مدينة سيوة أبناء الواحة وعواقلها أشاروا إلى أنه حلم ننتظروه طويلا وأصبح الآن واقعا الطاقة الشمسية دي نقلة حضرية عظيمة يعني جمهورة مصر من زمان محتاج لها وإحنا خاصة وجود الشمس هنا يعني دول عام فدي فرصة أني نستغل هذا الإسرائيل الحسن الطاقة لما تزيد هيبقى فيه معاصر للزيت الزيتون ويبقى فيه جميع المصانع المتوقفة على الطاقة يبقى دلوقتي الفرصة تاحت للجميع العاملون على المشروع أعربوا عن امتنانهم للعمل في هذا المشروع القومي الذي ستستخدم فيه أحدث التقنيات التكنولوجية وتدليل العقبات أمامه التقنية من أحدث التقنيات الخلايا الفوتوفولتايك اللي هي الخلايا الشمسية من مصنع شركة مصدر في ألمانيا من الخلايا زي ما تحاك التقنية عالية جدا الخلايا بتحب الجو بتاعنا الحار بتحب الجو الإنفيرومنت اللي احنا فيه دوت تلقائي قدرتها على الإنتاج بتبقى أحسن مشروعات الطاقة الشمسية أحد المشروعات التي تمولها دولة الإمارات على أرض مصر وأحد البدائل النظيفة لتوليد الكهرباء وهو اتجاه اتخذته الحكومة المصرية بعد أزمات عدة في مجال الكهرباء وتوليد الطاقة عان منها المواطن المصري على مدار سنوات هذه الشمس الصاطعة على مدار العام ستصبح مع هذه المشروعات ليست فقط مصدرا للاستمتاع وإنما مصدرا للطاقة النظيفة خطوة مع التوسع فيها كما يؤكد المختصون قد تسمح لمصر بالقضاء على أزمة الطاقة بل وتصديرها إلى الدول المجاورة محمد رياض الحياة اليوم